لكن كان فيه يا دكتور بخصوص بيض المائدة تخوف عند بعض المنتجين أو المربين أن يكون فيه نقص في الفترة اللي جاية وعشان فيه تحديات عديدة في هذه الصناعة فتقول لنا ايه في الموضوع ده؟ يعني هي برضو كان الأزمة الكبيرة بالنسبة لنا كانت أزمة الأعلاف أزمة الأعلاف بتمثل 70% من تكلفة العملية الانتاجية لمشروعات السروة الحيوانية والدجن معظم خامات الأعلاف كان بيتم استراض هذه الخامات بيتحكم فيها برصة الحبوب العالمية والظروف الدولية بدءا من جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع الدولي وصولا لحرب الروسية الأوكرانية وصولا لأزمة الدولار والإفراجات الجمهورية والحمد لله دي الأزمة دي تم حلها لكن في الوقت الحالي حتى أسعار الأعلاف انخفضت بشكل كبير جدا ودي سهمت بشكل مباشر في خفض تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة المعروض والأسعار لو شفناها نلاقى في الوقت الحالي قالت بشكل كبير جدا كان فيه فترة من الفترات مع ضعف عملية الإفراج وزيادة مدخلات الصناعة كان فيه العديد من المزارع توقفت عن الانتاج كلام ده كان في الفترات الماضية ولكن في الوقت الحالي احنا عندنا أكتر من 70% لـ 80% من المزارع استعدت طاقتها في العمل احنا كان التوقف في مزارع البيض بالأخص يمكن كان وصل لحوالي أن النسبة العاملة فقط كانت حوالي من 40% لـ 50% فقط من الطاقة الفعلية احنا وصلنا دلوقتي تجاوزنا 70% لـ 80% من الطاقة الفعلية عاملة وده ساهمت أيضا من شكل كبير بالإضافة لباقي المشروعات المتوقفة بدأت تعمل يعني إذن فيه انفراجة حصلت بعد قرارات الأخيرة وفكرة توفر العلاف والكلام ده كله فأدى إلى أن عجلة الانتاج بقت شغالة في صناعة الدواجن والأسعار كمان بدأت تستقر بدأته موضوع الأسعار لأكتر من شكل لتبسيط الموضوع يمكن بدأ معنا بالمبادرات التي تبنتها الدولة وصولا للمنافذ سواء كانت سابتة أو متحركة سواء قامت بها وزارة الزراعة أو وزارة التموين أو منافذ أمان أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو المبادرات التي تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة هي كمان وزارة الزراعة لها مجهود كبير في أن هي يكون لها منافذ وبتوفر بأسعار دايما مختلفة فلو تكلمنا دلوقتي الأسعار تقريبا عاملة إزاي في قصة الدواج؟ يعني نتكلم عن بدل ما إدى داخل منافذ وزارة الزراعة بيتراوح سعره في حدود 120 جنيه ده سعر اليوم يمكن وزارة الزراعة في أكتر من 300 منفذ منهم حوالي 74 منفذ متحرك وحوالي 230 منفذ سابت بالإضافة لإقامة العديد من المعارض ويمكن كان آخرهم معرض خير مزارعنا لأهلينا واللي مستمر في نسخته الجديدة مع إطلاق معرض ظهور الربيع واللي تم إطلاقه منذ قليل من الأيام وده ساهم أيضا بشكل كبير جدا في توفير السلع بأسعار أقل من مسيلتها في السوق بنسبة بتتراوح من 20 ل30 في الماء ده ساهم بشكل كبير في توفير سواء كانت منتجات لحوم حمراء أو بدمائدة أو دواجد ترجمة نانسي قنقر